الحدث الأبرز الذي عاشته البلاد منذ الأول من الشهر الحالي أي الاحتجاجات الشعبية والقنع الوحشي لها ذلك القنع الرهيب لم يتردد رئيس برلمان محمد الحلبوسي بوصفه على أنه وصمة عار نتابع المتظاهر خرجي طالب بحقوقه وهي مو طلبات هي حقوق واجبة التنفيذ وملزمة التنفيذ للجهة المعنية ما حدث من خرق وواكب المظاهرات وصمة عار دكتور نديم أجدد الترحيب بك سيد رئيس البرلمان يصف القمع الذي واجهت به القوات الأمنية المتظاهرين على أنه وصمة عار وصمة عار بجبين من بسم الله الرحمن الرحيم بلا شك عملية قتل المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة تجاههم مع أنهم أصحاب حق صبروا كثيرا على الطبقة السياسية صبروا طويلا على الحكومة يعني الآن إذا نحصي سنوات التظاهر امتدت من 2011 إلى اليوم 2019 يعني ثمان سنوات ولم يتم أي استجابة لأي من مطالب المتظاهرين بل بالعكس يعني التظاهر الأخيرة يعني قوبلت بشيء من العنف والقتل الذي من حق رئيس مجلس النواب أن يعتبره وصمة عار بوجه النظام السياسي برمته لأنه هذا نتاج نظام سياسي فشل في الاستجابة إلى تطلعات الجماهير وبالتالي التظاهرة احتجت على النظام احتجت على الحكومة كل مجموعة متظاهرين ومستوى وعيهم بعضهم احتجاجه على النظام السياسي وبعضهم على الحكومة وبعضهم قضايا مطلبية وخدمات يعني توظيف وغيرها فتباينت الحقيقة الفرشة المعارضة لكن بكل الأحوال النظام هو المسؤول عن التصدي للتظاهرة حتى وأن كانت دعائهم صحيحا أن هناك مندسين قاموا بقتل الطرفين فأيضا يتحمله النظام السياسي وتتحمله الحكومة العراقية باعتبار مسؤولية الأمن مسؤولية حصرية تقع على عاتق الحكومة وبالتالي تبريراتها الحقيقة غير مقنعة يعني كيف قناص يأتي وعندفد سلاح كبير الحجم ويستلل ويصعد على الأبنية يعني تقول لي متسللين هذا حقيقة لا يقنع أحدا وبالتحديد لا يقنع المتظاهرين وحتى اللجان التحقيق التي تحقق بحوادث القتل والقمع أنا لا أتصور أن تقريرها سيأتي موضوعيا أنا لا أتصور أن تقريرها سيأتي موضوعيا